الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق واجهت مقاطعة واسعة من العراقيين الذين ما عادوا يثقون بأي عملية انتخابية في ظل حكومات الاحتلال المتعاقبة وميليشياتها وأحزابها الفاسدة ما يجعل المقاطعة فيها السمة البارزة في وقت تضعف الآمال فيه بإمكانية أن تحقق الانتخابات تغييرا ملموسا مع انتشار الفساد المزمن وسطوة الميليشيات المسلحة بحسب وكالة فرانسي برس عملية التصويت الخاص والعام مع ما رافقهما من مقاطعة كبيرة إلا أن ثمت مشكلات أخرى تتعلق بعدم نزاهة عملية الاقتراع التي جرت وسط أجواء من الترويج لجهات سياسية معينة على أسس حزبية وطائفية وبحسب وكالة رويترز فإن الاقتراع الذي جرى في العراق سجل أعلى نسبة مقاطعة منذ احتلال العراق عام 2003 الانتخابات التي لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 15% ووفقاً للمراقبين والتقارير الصحفية الميدانية مثلت بهذه النسبة المتدنية صفعة جديدة للعملية السياسية التي صفعت عام 2018 عندما كانت نسبة المشاركة فيها أقل من 17% فيما شهدت عملية التصويت ومنذ ساعاتها الأولى خروقات كبيرة وكثيرة كان منها توقف بأجهزة الاختراع في عدة محافظات دفعت المصوتين إلى الانسحاب من محطات الاقتراع فضلاً عن الضغط على الناخبين وتوجيههم أمام أبواب المراكز وتهديدهم من قبل الميليشيات بحرق مناطقهم وقطع أصابعهم في حال لم يصوتوا لمرشحيهم بينما أكدت ممثلة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق فيولا فون كرامون أن مقاطعة الكثير من المواطنين عن المشاركة في الاختراع يحمل رسائل سلبية إلى الحكومة الحالية والحكومات السابقة مشيرة إلى أن بعثتها شخصت عدة مخالفات وخروقات ويبدو أن الانتخابات ستولد أزمات وصراعات كبيرة في العراق والمنطقة وستعزز سيطرة الميليشيات الإرهابية على الحكم بحسب اللجنة العليا للمثاق الوطني العراقي التي أشارت إلى أن نحو ثلاثمائة مرشح يتهم أغلبهم بارتكاب جرائم حرب وتهجير قسري وتغييب آلاف العراقيين وقمع متظاهري تشرين مؤكدة أن الانتخابات تجري لخداع الشعب وتضليله وإلباس الميليشيات ثوب الحزب السياسي لترسخ نفوذها وتعزز هيمنة إيران مراقبون أكدوا أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن فشل الحكم في العراق بعد غزوه عام 2003 فقد ساهمت في ترسيخ نظام التوزيع الطائفي والمحاصصة السياسية الذي أدى إلى انتشار الفساد على نطاق واسع وهي الترعى وتدعم الحكومات الفاسدة وميليشياتها المصنفة بأنها إرهابية وتدعم الانتخابات في ظل تلك الحكومات وسط ترويج دولي ترعاه الأمم المتحدة لتدوير عملية الفساد في العراق ترجمة نانسي قنقر